تحت عنوان قطن صناع وتصميم تشادي عقد أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان كيلو فاشن في دورته الخامسة عقد مؤتمر صحفيا بالمعهد الفرنسي تناول من خلال تنظيم المهرجان ديقا محمد الحج المهرجان العالمي كيلو فاشن في نسخته الخامسة تحت عنوان قطن وصناع وتصاميم تشادي والذي نظم من أجله مؤتمر صحفي ضم عدد من مصممي الأزياء التشادية وبعض من منظمي المهرجان كيلو فاشن حيث أوضح المؤتمرون عن أهمية المهرجان ودوره في تنمية صناعة القطن ومشتقاتها في تشاد لأنه يسمح لمصممي الأزياء بإظهار مهاراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال وأيضا إظهار للمصممين الدوليين الموضى التشادية وكذلك محاربة الفقر والبطالة في البلاد كما طرح الصحفيين كذا أسئلة تتمحور حول المهرجان وأهدافه والتي رد عليها المؤتمرون هذا ونذكر بأن المهرجان السنوي كيلو فاشن تحت رعاية السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو وكذا ممويلين لأن المهرجان كيلو فاشن يلعب دورا مهما في تطوير الثقافة التشادية ترجمة نانسي قنقر